يتعرض لعب كرة القدم لأنواع عدة من الإصابات خلال التمرين والمباريات واليوم سيكون حديثنا عن الإصابات المتعلقة بالعظام والمفاصل والأوتار درجة خطورتها وكيف يؤثر بعضها على اللاعب وعلى مستقبله الرياضي وعن أبرز العلاجات مع الدكتور أحمد العموري الاختصاصي في الطب وجراحة العظام والعمودة الفقرية الذي يطل علينا مباشرة من عمان صباح النور دكتور وأهلا بك معنا صباح الخير سيدتي أهلا بك يعني بداية هل يوجد أسباب أو عوامل تجعل يعني لاعب كرة القدم ينصاب أكثر من غيره لاعبين الرياضة المحترفين بشكل عام يعرضون أجسامهم للعديد من الضغوطات العالية التي هم يكونوا مستعدين لها ولكن التقارب ما بين فترات المباريات وخصوصا في بطولة مثل بطولة كأس العالم قد يعرضهم لحدوث هذه الإصابات خصوصا وأن فترة التوقف من المباريات السابقة لأندية العديد من اللاعبين لم تأتي إلا في فترة قصيرة قبل مرحلة كأس العالم نعم الدكتور يعني سنتحدث عن بعض هذه الإصابات سنبدأ بالتواء الكاحل الذي يمكن هو ليس بهذه الخطورة لكن طبعا هو مزعج جدا بالنسبة للاعب كرة القدم أسباب التواء الكاحل وأهم العلاجات التواء الكاحل إصابة التواء الكاحل سواء كانت للاعب رياضي أو لشخص عادي فهي تعتبر من الإصابات التي تندرج تحت مسمى السهل الممتنع قد تكون بدرجة بسيطة إذا كانت من الدرجة الأولى وقد تحتاج إلى تدخل الجراحي إذا حدث تمزق كامل وكانت من الدرجة الثالثة أو الرابعة حدوث هذه الإصابات إن لم يتم علاجه بصورة شديدة والتعامل معها بحذر قد يسبب إصابة مزمنة تؤثر على مستوى اللاعب الدائم وعدم استقرار وثبات المفصل العديد من لعبين كرة القدم تحديدا هناك خلال المراوغات وخلال تغيير المسار المفاجئ ضغط شديد على أربطة الكاحل مما قد يضع الكاحل في وضع يكون هناك حدوث تمزق في الأربطة الخارجية أو الأمامية للكاحل مما يسبب هذه الإصابة نعم دكتور أحمد أيضا التواء الركبة الوصف الطبي لالتواء الركبة وأيضا العلاجات الركبة مثل غيرها من المفاصل هي مفصل يكون تثبيته من خلال أربطة داخلية وأربطة خارجية عادة مصطلح الالتواء يطلق على إصابة الأربطة الخارجية نعم نعم وهي التي توجد على الجزء الداخلي وجزء الخارجي من الركبة عادة هذه الإصابات أيضا تتراوح ما بين البسيطة إلى الشديدة منها ما قد يبعد المصاب أو اللاعب من أسابيع بسيطة إلى عدة أشهر نعم دكتور أحمد يعني ثالثا إذا أردنا التحدث عن تمزق الرباط الصليبي الأمامي ما هو ما هي الأبرز العلاجات وهل يتطلب في بعض الأحيان الجراحة إصابة الرباط الصليبي هي الكابوس الذي يطارد أي لعب رياضي ولاعبين كرة القدم تحديدا هذه الإصابة غالبا ما تتطلب بالتدخل الجراحي ولكن على مر السنوات أصبح التدخل الجراحي فيها وتدخل الجراحي بسيط يتم بواسطة المنظار من خلال جروح صغيرة جدا هي عبارة العفو عن ثقوب لا تتجاوز النصف سنتيمتر ويقوم المريض واللاعب بمعاودة اللعب والعودة لحياة والروتين الرياضي الاعتياد بشكل أسرع سابقا هذه العمليات كانت تجرى من خلال عمليات جراحية كبيرة وجروح تصل إلى 15 إلى 20 سانتي الآن هي بالمنظار مما يتيح تعافي أسرع والعودة بشكل أسرع إلى الملاعب بالنسبة لللاعب دكتور أحمد هنا إشارة أيضا إلى أن هذه الإصابة تعرض لها المهاجم البريطاني الظاهرة رونالدو نازاريو وأدت إلى نهاية مسيرته الرياضية للأسف المهاجم البرازيلي بس عشان ما يزعلوش منه جماعة البرازيل مو بريطاني رونالدو نازاريو أو الظاهرة هو من اللاعبين اللي تأثروا واللي تأثر مستواهم بشكل كتير كبير بتكرر إصابة الرباط الصليبي هاي الإصابة مثل ما ذكرت قد تكون كابوس لعليم من اللاعبين لسوء الحظ وقت رونالدو في بداية التسعينات كان الطب الرياضي وجراحة المناظير في أولها فكان وقتها لو كان رونالدو موجود في وقتنا الحالي كان الموضوع اختلف بشكل كتير كبير نعم يعني اليوم خلاص هاي الإصابة لا تنهي إذا بدنا نقول مسيرة المسيرة الرياضية للعب كرة قدم أبدا وهناك العديد من الأمثلة أمامنا مثلا إبراهيموفيتش نعم خضع لجراحة الرباط الصليبي بالمنظار وخلال أقل من ثلاثة أشهر كان قد تم إعادة تهيل وإعادته إلى الملاعب نعم دكتور أحمد هل إصابات الركبة بأنواعها هي الأكثر انتشارا يعني أيضا نشرت وسائل العلمية أيضا أن نجمة سينيغال مانيه غاب عن بطولة كأس العالم بسبب هذه الإصابة أجريت عملية جراحية يعني له إسر الإصابة في الركبة ذكر أنها يعني يعني التهاب أو في الوتر في وتر الركبة تحديدا إصابة بالأوتار إصابة في الأوتار هنا يجدر التفريق ما بين الوتر والرباط الوتر هو نهاية العضلة المكان الذي تقوم العضلة فيه بالالتساق أو بالإمساك بالمفصل هو ما يسمى بالوتر وهو المسؤول عن تحريك المفصل إصابات الأوتار غالبا ما تكون ناجمة عن إصابة في جسم العضلة أو إصابة في الوتر نفسه نعم عديد من الإصابات تفضل قد تكون ناتجة خلال ممارسة الرياضة الكرة القدم ليست فقط إصابات الركبة ولكنها الأكثر شيوعا نعم سأسألك أيضا عن الفتق الرياضي هو من الإصابات الشائعة أيضا ما هو تحديدا ما هو الوصف الطبي للفتق الرياضي الفتق الرياضي هو إصابة تحدث في منطقة الحوض الأمامية أعلى الفخت وغالبا ما يكون ناتج عن حركة خاطئة بسبب تغيير المسار للعب كرة القدم قد تحدث لعبين كرة القدم ولعبين رياضات أخرى ولكن هي منتشرة بشكل كبير عند لعبين كرة القدم نعم شاهدنا أيضا إن الإصابات ليست بهذه الشدة نعم هناك أيضا نجوم عدة عانوا منها مثل راول جونزالس مثل أيضا سيرجيو راموس تشابي ألونسو وغيرها يعني العلاجات هنا أيضا ستكون فعالة بالإجمال 100% عادة ما يكون التدخل الجراحي هو الحل النهائي ولكن لا نحتاج إليه بشكل كبير العلاج التحفظي يكون فعال بشكل كبير ولا يحيجنا إلى ما هو أكثر من ذلك غالبا نعم دكتور أحمد بالنسبة لكسور العزام أنواعها وأختارها متى تكون خطيرة جدا وممكن بالفعل أنه تنهي مسيرة لاعب كرة قدم أشهر الكسور التي قد يتعرض لها لاعب كرة القدم هي كسور منطقة الساق الكاحل ومشت القدم عديد من هذه الكسور قد تكون بسيطة متوسطة أو شديدة إذا ترافق مع خلع بالذات في منطقة الكاحل هذا الكسر قد يؤدي إلى حدوث نقص في التروية الدموية لعظام الكاحل وبالتالي هذا قد يؤثر بشكل كبير جدا على مسيرة اللعب حيث أن هذا تصبح من مشكلة مزمنة تسبب ألم مزمن حتى ولو تم العلاج بأفضل الطرق للأسف الشديد بعض الكسور التنبؤ بالتئامها أو التنبؤ بالسيرة المرضية لها يكون أسوأ من بعض الكسور كسور الكاحل قد تكون من أسوأها بالذات إذا كانت خلال التحام شديد مثل ما يحدث أحيانا في كرة القدم موسيقى